المواطن المصر المواطن المصر لما يبقى فيه تحالف ويبقى فيه اتباع لتنصيق ما بين المجتمعات المدنية هنقدر ان احنا نساعد بعض وهنقدر ان احنا نقدم الفرص ونعظم من مواردنا زي ما الدولة واقفة جنبنا لازم نقف دهرها وجنبها ونساعدها ان احنا نحسن من بلدنا و اهل بلدنا ان شاء الله نكون دلوقتي فرقة من الكبار اللاعبين في المجتمع المدن المصري كلهم فيما يخصوا عشان نشتغل نحن هدف واحد ومحدد فده حيؤدي الى اطعاف اطعاف النواتج اللي ممكن كل حد فينا ممكن يوصلوا على الواحد احنا لو مؤسسة اهل مصر حتشتغل في الحروق زي التخصص بتاعنا مع مؤسسة بنكة عمل بشغل في الابضية مثلا فاحنا كده احنا بنعالج هما بيوزعوا كارتين رمضان او اكل او كده كده المواطن حيوصلوا كل الخدمات بصورة منظمة وحنا هدفنا ايه في الاخر؟ غير ان المجتمع المدني يبقى بيتعاطف مع بعض البعض يبقى بيتكامل مع بعض البعض انا بوضع رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجتمع الاهلي المجتمع الاهلي ده عبارة عن نواية طيبة وخطة نفسه ومحطوطة علشان تشجع الناس على انهم يصدقوا ان احنا كلنا بنكمل بعض في عمالنا اشتركوا في القناة